مشاهدينا مشاهدي تان تيفي أهلا بكم معنا وخدمة إخبارية جديدة نبدأها بزيارة رئيس السيسي حيث يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في لندن لقاء قمة مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لبحث سبل تعزيز التعاون الشامل بين مصر وبريطانيا في جميع المجالات بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا ومكافحة التطرف والإرهاب وعلى هامش زيارته للندن التقى السيسي صباح اليوم مع نخبة من خبراء المعهد الدولي للدراسات والإستراتيجية وعرض الرئيس رؤيته للتطورات على الساحتين المحلية والدولية إضافة إلى العلاقات المصرية البريطانية كما عقد الرئيس أمس اجتماعا مع روبرت دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتروليوم التي تمتلك استثمارات ضخمة في قطاع النفط والغاز المصري والذي عبر عن سعادة الشركة بالعمل في مصر وتقديرها للتعاون مع سلطات مصرية واستعرض في هذا الإطار المشروعات المختلفة للشركة ويأتي على رأسها مشروع تنمية اكتشاف حقل غاز أتول في البحر المتوسط مشيرا إلى اعتزام الشركة ضخ استثمارات لتنمية هذا الحقل بإجمال ثلاثة مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة بحيث يبدأ الإنتاج مع بداية عام 2018 وفي لقاء أجره السيسي مع هيئة الإذاعة البيطانية البي بي سي أشار الرئيس إلى أن أي جماعة لا تستطيع هدم دولة وأن القضاء على الجماعات الإرهابية مسألة وقت حيث أن القوات الموجودة في سيناء تعملوا على مواجهة هذه الجماعات في ظل محاذير لضمان عدم سقوط ضحايا من الأبرياء وأضاف السيسي أن الاستقرار الأمني والسياسي ضروريان للعمل والاستثمار في مصر وأشار إلى وجود خطة اقتصادية طموحة واضحة المعالم مخطط لها حتى عام 2030 وأن تلك الخطة ستتيح الفرصة لكل المستثمرين العرب والأجانب للعمل في مصر عن طريق إزارة كل المعاوقات للاستثمار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر